اشتركوا في القناة يعني انا بقول اه باستمرار ما عنديش ما قدرش اقول لأ لأي حاجة ما قدرش اقول لأ لأي حد طبعا الحد خد بالك انت لما بتقول لأ لحاجة بتقول اه لحاجة تانية بتقول نعم لحاجة تانية لو انا بقول لأ ما بقدرش اقول لأ بقول نعم 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 باستمرار لكل الناس معناها ايه ان اي حد ممكن يتصل بيا وياخد من وقتي وياخد مجود وياخد منطقتي كل عرفاضي لازم أتعود أقول لأ لأن أنا عندي حاجة مهمة لها أولويات بالنسبة لي بديها أولويات في هذه الفترة في هذه المرحلة أنا دايما في اختيارات الحياة اختيار خليها اختيار زكي فتعود أنك أنت تقول لأ لبعض الحاجات علشان في حاجات أهم لازم تقول عليها افرض الحاجة اللي هتعملها دي جاي على وقت راحتك وقت الصلاة وقت علاقتك بربنا وقت قرية الكتاب وقت بتدرس فيه بتعمل حاجة أهم فالوقت اللي انت بتقول فيه بتتعود تقول فيه لأ انت في نفس الوقت بتقول نعم لحاجة أهم لأن احنا بننظم اليوم بتاعنا حسب الأولويات اللي عندنا تمام؟ خد قاعدة حلوة جدا تعلمناها في التلمير البشرية يقولك إيه لا يستطيع أحد أن يزاجك إلا إذا سمحت له أنت بذلك أنت اللي اديته الفرصة و اديته الوسيلة أنه هو يزاجك أنت سمحت له أنه هو يزاجك لأنك مش قادر تقول له لأ صاحبك اللي بيسرق وقتك أو بيتصل بيك على الفاضي كنت راجل أو ست نتكلم لأي حد بيتصل بيك على الفاضي ضيع لك وقتك ده بيسرق حاجة أهم من الفلوس في الوقت اللي هو بيسرق فيه الوقت بتاعك كان ممكن الوقت ده تستفيد بيه في حاجات تانية كتير قاعد معنا هو ثلاث دقايق لكن ممكن تكون فيه مفايدة كبيرة جدا لحياتك شخص تاني ممكن يسرق منه ثلاثين دقيقة أو ثلاث ساعات من غير بيعمل شهم أي حاجة فتعود أنك أنت تقول لأ علشان في نفس الوقت بتقول نعم لحاجة أهم حاجة لها قيمة عالية بالنسبة لك اتحكم في وقتك اعمل ميزانية لوقتك وتعود أنك أنت تقول لأ في الوقت المناسب عشان تقول نعم في الوقت المناسب لحاجة مهمة لحياتك أشكرك ونشوف في الحلقة الجيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر